كان بن إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم فضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها يجب أن نعترف أولا بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها إني لا أفهمك يا تاجر الغلال ماذا تريد أن تقول كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون لا نتبع قائدا واحدا وليس لدينا ملك حكيم عندي الحل أنا أكون الملك عليكم أصمت يا حزرؤون إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها ما الذي ينتظر من حداد مثلك لا يخرج من فامه إلا النار ابتعد 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 عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسك يا قوم يا قوم إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض متى نترك خلافاتنا جانبا لا فائدة وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله سامويل الذي كان يصلي في خيمته وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا أيها النبي الكريم أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟ قال النبي بلى ألسنا مشردين ومظلومين؟ قال النبي بلى لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟ نعم ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا قال نبيهم أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا؟ قال نبيهم لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه كيف نتراجع؟ أبدا لن يحدث هذا قال نبيهم سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته إنه يعود إلى الدعاء دعوه في خلوته وهيا بنا ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أين ذهبت الأغنام؟ لا أدري ماذا أقول غفلت عيناي وحين استيقظت لم أجد الغنم هذا خطأي أنا أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه كلامك يؤلمني أكثر وما العمل الآن؟ أيها النبي الكريم خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت وقد جئت أسألك عنها سأله النبي هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟ نعم قال النبي لا تشغل بالك بها كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤولياتي ورأس مالي قال النبي لقد عادت إلى بيت أبيك الحمد لله لم يضع مالي الحلال قال له النبي دعك من موضوع الأغنام واستمع إلي كل آذان صاغية يا سيدي لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله نعم ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته هل دعوت الله يا سيدي؟ قال النبي نعم دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل الله الله هو الذي اختارني؟ قال نعم كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟ قال النبي هذا أمر الله وعليك أن تعد نفسك للقتال أنا رهن إشارتك جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع النبي صموئيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك؟ ونحن أحق بالملك منه؟ قال النبي أيها الناس لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟ نحن أغنى منه كثيرا انظر إلى ملابسه إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة قال النبي ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب القدرة؟ أي قدرة؟ قال النبي إن طالوت هو اختيار الله لكم وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته نحن نصدقك أيها النبي الكريم ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟ كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟ قال النبي ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا إن الأنبياء لا يسألون إنما يستمعون ويطيعون وهذا هو اختيار الله له أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟ علمه هو الذي فضله عليكم لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الناس لقد جادلتم طويلا حول أحقية في الملك رغم أنه اختيار الله لي ولكم ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صمويل ألم نتفق؟ اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت آية تثبت أنه اختيار الله لنا ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد اخفضوا أصواتكم أزعجتم النبي الكريم في خيمته معذرة يا سيدي كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما ليس خطأ بمعنى الخطأ يا سيدي ربما سوء فهم بصراحة ودون مواربة كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا نريد معجزة تثبت صدقه قال نبيهم اذهبوا إلى المعبد غدا سوف يأتيكم تابوت العهد تابوت العهد؟ كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟ إنه في قرية بعيدة ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة لن يصل التابوت أبدا وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟ إننا نضيع وقتنا يا سادة أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا انظروا إلى السماء كيف يطير التابوت في السماء؟ انظروا إنه يهبط من أعلى سامحني أيها النبي الكريم صموئيل لقد صدقتنا القول هل لنا يا سيد النبي أن نفتح التابوت وننظر ما بداخله؟ إنه يشير بالموافقة هيا أسرعوا انظروا أثار أهل موسى وآل هارون كما هي هذا طعام المن ما زال طازجا يصلح للأكل وهذه ألواح التوراة لم تمس يا إلهي أشعر براحة لم أعهدها الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا أقترحوا أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب المال بكل تأكيد إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر هذا صحيح أمر محير أيها الناس لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم والآن إليكم قراري سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة فلاحين ورعاة؟ لا أريد مقاطعة هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد أيها الملك الكريم طالوت أريد أن أشتكي لك ابتعد أيها الرجل دعه تكلم أعطيك الأمان أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام أنت الآن واحد من أفراد الجيش الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش سيدي نحن نسير منذ ساعات طويلة أعرف مر الجيش أن يزيد من سرعته نتحرك أسرع؟ إننا نكاد نهلك من الحر والضمأ كنت أقترح أن نرتاح قليلا لم يمنحنا العدو فرصة الراحة يجب أن نعتاد مجهودا شاقا لقد نفد الماء منا أعرف وهذا جزء من خطتي ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت ولا تذكر الماء أمامي كيف تحتمل الضمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟ أعرف أن الموت نهاية كل حي فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسع لا أريد أن أموت ألطف بنا يا رب موسى وهارون وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود وراعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الزمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا وتباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإن لن هزمتم قبل أن تبدأوا القتال سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهوة بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول؟ هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الراعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون صلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسلات أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة المكافأة انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء؟ رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن دك لمن المرسلين أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا ذهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا وما علينا إلا البلاء المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ؟ هل من أخبار جديدة؟ نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهم مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متآمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي؟ هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح؟ إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله؟ لماذا هو غاضب علي؟ أم تراه لا يسمع ولا يرى؟ تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين؟ هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم؟ يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ هم؟ ها؟ يا له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لست هو إن لك نفس صوته ولكن ولكن وجه حبيب وجسده ها 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 لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقا وصدقا أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهما بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماما صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرون وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يستهزئون موسيقى يا إمام مالك هل أنت بالداخل؟ مرحبا يا عبدالله خيرا أنسيت موعدنا؟ اليوم يعقد والي المدينة اجتماعه مع العلماء والفقهاء والأدباء ولا يكتمل الاجتماع إلا بحضورك لم أنس بالطبع ولكن ما زال الوقت مبكرا ولكن الوالي قد أعد مأدبة فاخرة وأقترح أن تتناول طعام الغداء معه قبل الاجتماع ولكن لدي ما هو أهم وما الأمر؟ ما هذه الآثار التي على أصابعك؟ ولماذا تشمر ذراعيك هكذا؟ لأنني أعمل مع أهل بيتي ماذا تعمل؟ أعد هذا العجين لنخبزه أنت بنفسك؟ وما المانع؟ اعذرني ولكنني أعرف أنك ميسور الحال ويمكنك إحضار خادم وأضيع ثواب خدمة أهل بيتي آه تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن عليه الصلاة والسلام نعم ألم يكن في خدمة أهل بيته وأوصانا بذلك حسنا سأسبقك إلى الوالي وسننتظرك في الاجتماع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندما داع صيت الإمام مالك وزاد عدد طلابه قرر أن يبدأ في استقبالهم في منزله خاصة أنه مع تقدمه في السن كان يجد صعوبة في الخروج من منزله في كل مرة ترتدي ثوبا غير الآخر لماذا تهتم بمظهرك إلى هذه الدرجة يا سيدي قبل أن تعقد حلقات العلم؟ دائما ما أنصح من أنعم الله عليه أن يظهر أثر هذه النعمة عليه وأهل العلم أولى بذلك فينبغي لهم أن يظهر النعمة على ثيابه كان الإمام مالك يقوم بكل هذا إجلالا للعلم وخاصة للقرآن الكريم وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآخر حديث أقوله لكم اليوم هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض أي إيجارها فسئل صلى الله عليه وسلم ألا يجوز حتى إيجارها مقابل بعض الذهب أو الورق والورق هو الفضة فقال عليه الصلاة والسلام أما الذهب والورق فلا بأس به لكن لا يجوز أن تؤجر بستانا مثلا لشخص آخر مقابل حصة مما تطرحه أشجار البستان من فاكهة لأن في هذا مخاطرة فربما لا تثمر الأشجار بعد إيجارها ولهذا وحرصا على حق المؤجر ينبغي أن يأخذ حق إيجار الأرض مبلغا من المال المتفق عليه سيدي الإمام مالك ما الأمر؟ اعذرني يا إمام أعرف أن حلقة اليوم مخصصة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني قادم من سفر من بلاد المغرب وقد أرسلني أحد علمائنا هناك برسالة إليك إنها مسألة فقهية لا يعرف علمنا الرأي فيها ولذا طلب مني أن أسألك عنها وأن تفتينا فيها كان من أهم ما يميز الإمام مالك أنه حريص على الفتوى فلا يفتي إلا بعد أن يتأكد مما سيفتي به أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بهذه المسألة ولكني جئت من مسيرة ستة أشهر لأسأل عن هذه المسألة حسناً عد غداً لعلني أجد لها جوابه من صاحب المسألة التي سألني عنها أمس ها أنا يا إمام لا أعرف لهذه المسألة إجابة ليس على وجه الأرض أعلم منك وما جئتك من مسيرة أشهر إلا لذلك بحثت عن إجابة لها وصدقني لا أعرف الجواب الفتوى ليست أمراً هيناً يا بني وينبغي للعالم قبل أن يفتي أن يعرض نفسه على الجنة والنار ويرى كيف يكون خلاصه في الآخرة فهمت يا إمام مرحباً بك يا أمير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كم اشتقت إلى الكلام معك يا إمام والانتفاع بعلمك أسأل الله أن يجعلني على قدر هذه المسؤولية ولكن لي عليك عتاب يا مالك فلتعاتبني يا مولاي عندما أطلب منك الحضور لتجالسني وتنصحني تأتي دون إبطاء ولكن عندما أطلب منك الحضور لتعليم ولدي هارون وموسى لا تحضر فما الأمر؟ هل ترفض أن تكون معلماً لأبناء الخليفة؟ لا يا مولاي ولكنني أرفض أن آتي لأعلمهما لا أفهم يا أمير المؤمنين العلم يؤتى إليه أن يأتي المتعلمون إلى أهله ولا يذهب أهله إلى الناس ليعلموهم صدقت يا إمام هكذا تعلمنا وهكذا نعلم أبناءنا هارون موسى أمرك يا أبي من الغد ستذهبان إلى حلقة الإمام مالك وبعد الحلقة تصحبانه إلى منزله فهذا هو إمامنا الجليل على الرحب والساعة يا مولاي أستأذنك في الانصراف يا أمير المؤمنين أيها القائد فلتذهب مع الإمام حتى الباب أمر مولاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمرك عجيب أيها الإمام لم أرى أحدا يجلس مع الخليفة إلا وكان متوترا ويتصبب عرقا ولكني أراك دائما وقورا وهادئا وكأنك لا تخشاه لأنني لا أخشاه بالفعل أنا أحترمه وأحبه وأقدره ولم أخطئ لأخافه ترك الإمام مالك من بعده كتابا من أهم كتب العلم إنه الموطأ ومن هذا الكتاب أخذ الكثيرون علمهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد إنها سنة مولد إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس وقد اهتم عمه نافع المكي به وكان أنس أبو مالك حريصا على زرع حب العلم والتعلم في أبنائه ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة بعد قيام الإمام من الركعة الثانية يسلم مع الإمام ثم يصلي ركعتي الجمعة لا إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة منها فإذا فاتته الركعة الثانية يسلم مع الإمام ثم يتم صلاته ظهرا أربع ركعات إجابة النظر هي الصحيحة لم أكن أحب أن تتسرع في الإجابة يا مالك أنت غاضب مني يا أبي طبعا ليست هذه صفات من يريد الاستمرار في طريق العلم يا مالك أثر هذا الموقف في مالك ولكنه لم يضعف عزيمته بل على العكس جعله أكثر إصرارا على إكمال رحلته في طلب العلم فأنضى سبع سنوات يتلقى العلم من العالم الكبير ابن هرمز وكان أيضا ينتظر الإمام نافعا مولى بن عمر رضي الله عنه في الحر الشديد أمام منزله فإذا خرج للصلاة صاحبه مالك حتى ينهي الإمام صلاثة فينهل مالك من علمه وفقه وكان ممن لازمه مالك الإمام بن شهاب الزهري اليوم يوم العيد ولا بد أن الإمام الزهري سيخلو اليوم مع نفسه قليلا انظر هل هناك من يقف بالباب إنه مالك يا سيدي ذلك الفتى الأشقر أدخله إذن تعال يا مالك هل تناولت طعاما؟ لا ولا حاجة لي بالطعام فأنا جائع لما هو أهم وما هو؟ جائع للعلم حدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنا اكتب هذا يكفي اليوم ألن تخبرني بالمزيد؟ إذا استطعت حفظ هذه الأحاديث الأربعين فأنت من الحفاظ لقد حفظتها بالفعل ماذا؟ حسنا حسنا هاتي هذه الألواح أعد على مسامع ما أخبرتك به من أحاديث انطلق مالك يقرأ الأحاديث وقد حفظها عن ظهر قلبه حتى انتهى من الأربعين حديثا ما شاء الله أنت بالفعل من الحفاظ يا مالك أرى أرى أننا كسبنا عالما جديدا وما هو إلا وقت قصير حتى على نجم مالك وملأت شهرته الآفاق بعد أن أخلص في طلب العلم ليبدأ في تعليم الناس وهو لم يبلغ بعد السابعة عشرة تعال أريد أن أسأل هذا العالم سؤالا عالم هل ضعف بصرك؟ هذا شاب صغير أعرف إنه مالك بن أنس ألا تعرفه أنت؟ بلى ولا أظن أنني سأهتم بأمره إن أصغر أبنائي أكبر منه تعال معي تعال معي إذن لتتأكد بنفسك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبرني يا مالك ماذا يفعل من وجد مالا في سوق ولم يستدل على صاحبه رأيي أن يعلن عما وجده ويسأل عن صاحب المال مدة عام فإن مضى عام ولم يأتي صاحب المال فليتصدق بهذا المال فإن ظهر صاحب المال بعد العام فليخبره بمن وجد المال بما فعله فإن وافق صاحب المال وأراد الثواب فهو خير له وانتهى الأمر وإن طلب ماله فليرده إليه ولكنني سمعت من يقول أنه يمكنني أن أتاجر بالمبلغ واعتبره وديعة عندي متى ظهر صاحبه رددته إليه أنا لم أقل لك إنها فتوى فأنا لم أصل بعض إلى منزلة من العلم تؤهلني ولكني أقول لك رأيي فيما أعلم بارك الله فيك يا مالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورغم سعة علم الإمام مالك كان يخشى الفتوى فلم يفت إلا بعد أن استشار أربعين عالما من علماء المدينة وبعد أن وصل سنه إلى الأربعين لا يؤخذ العلم من أربع سفيه يعلن سفهة حتى وإن كان من أعلم الناس وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه وكذاب يكذب في أحاديث الناس وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به فهؤلاء لا أشكك في علمهم ولكن لا أحب أن يكونوا قدوة ومعلمين لغيرهم وهم مقصرون في علاج أنفسهم كان مالك يغتنم أي فرصة يستطيع أن ينصح فيها لله تعالى أينما كان وأيما كانت الظروف آه هذا كرسي من أجود أنواع الأخشاب إذا اشتريته الآن فتأكد من أن ابنك سيجلس عليه بعد سنوات طوال يحكي لأحفاده ذكرياته عن هذا الكرسي أحفاد ابني أتعني أنه سيبقى كل هذه السنوات؟ بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها هو عالمنا الجليل مالك بن أنس إنه أحد زبائني وأنا متأكد بأنه سيشهد بجودة صنعتي مرحبا بك أيها الإمام ما الأمر؟ هل اختلفتما على السعر؟ أعلم أن الأثاث الذي يبيعه هذا النجار غال بعض الشيء ولكنه يستحق وهذه شهادة مجرب إذا دخلت منزل الإمام مالك ستجد كثيرا من قطع الأثاث التي صنعتها بنفسي فلديه مكان مخصص لاستقبال من يأتيه من المسلمين فإمامنا مضياف وكريم ولم يشتكي من أسعاري أبدا الاختلاف ليس على المال يا سيدي ولكنني سمعت كلاما في حق هذا النجار وهذا ما يجعلني مترددا في الشراء منه أي كلام؟ تكلم أيها الرجل ماذا سمعت؟ هل هناك من يشكك في جودة صنعتي؟ بل يزعم بعض من أعرف أن السر في جودة الأخشاب التي تصنع منها هذا الأثاث يقول إنها مسروقة من أخشاب سفن الفرنجة التي هزمتها جيوش المسلمين في المعارك ماذا تقول؟ نعم يقولون إن هناك من يساعدك على سرقة أخشاب السفن التي أسر المسلمون جنودها وإن هذه السفن من الغنائم ولكن من يساعدك يتسللون ليلا فينزعون بعض ألواح هذه السفن ويبيعونها لك وبما أنها تتحمل الماء والسفر والحروب فهي ممتازة لصناعة الأثاث هذا ما سمعته يا سيدي ولذا أخشى إن اشتريت منك أن أكون معاونا لك في الإثم سمعت يا إمام؟ هل تصدق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ألا تدري أي إثم ارتكبت الآن يا أخي؟ قبل أن أنصحك لابد أن أدافع عن هذا النجار المخلص إنه يسافر كل عام إلى الشام فهو يعرف الكثير من تجار الأخشاب هناك لذا ربما ظهرت شائعات كهذه وهنا تتضح خطورة ما فعلت وماذا فعلت؟ لقد اتهمت بريئا دون دليل أو بينة اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع فليس كل ما تسمعه حقا اسأل وابحث عن الحقيقة بنفسك بارك الله فيك يا إمام لقد لفت نظري إلى أمر لم أكن منتبها له أرجوك يا سيدي إذا كنت تعرف مصدر هذه الإشاعات فأخبرهم بما سمعته الآن وسأمنحك سعرا خاصا لأمنحه في العادة لزبائني بل أشتري منك بنفس السعر فليست هناك شهادة أعظم في حقك من شهادة إمامنا الجليل وعندي رأي آخر أن تصحبني إلى المسجد وتخبر من يحضرون حلقتي بتلك الشائعات وتطلب منهم أن لا يصدقوها كي ندفع عن أخينا النجار هذه المزاعم شكرا يا إمام شكرا واستمر الإمام مالك معلما وناصحا للمسلمين لا يثنيه شيء ولا يعطله أمر عن ذلك فصار بحق من أهم علماء المسلمين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير في زمن قديم تلا بعثة نبي الله عيسى عليه السلام عاش غلام صالح في مدينة رقمات كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذو نواسن الحميري ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين وفي تلك الأجواء الفاسدة نمى صاحبنا الغلام الصالح لقد كبر ولدنا عبد الله وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها معك حق الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا ما هذه الفكرة الغريبة إن الكهنة لا يجد نقوت يومهم نريد حرفة لها مستقبل صانع أصنام بائع خمور وزير تفضلي يا أم الحليب تفضل يا أبي بالهناء والشفاء الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة دعه يدخل ما الذي أتى بك أيها الساحر لقد كبرت يا مولاي وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر لك هذا اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم وحاضر أن يتسرب هذا العلم لعامة الناس لقد اختنقت الحمامة في كم ثوبك أيها الأحمق التالي يا لها من براعة أحسنت يا غلام الفضل يعود لمن علمني وتحسن الكلام أيضا هيا انتهى درس اليوم انتظر أنت يا عبد الله أحسنت يا غلام سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف دينواس هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟ لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم النجده النجده أنت الساحر الصغير نعم يا سيدي أنا هو أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني ها هو الحبل اجعله يطير إلى حيث ترقد وانقذ نفسك انتظر يا سيدي لا أستطيع فعل هذا إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة لا تستمر في خداع نفسك من تكون؟ أنا الراهب الراهب الذي يبحث عنه الملك ليقتله ألست خائفا أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب إذا صفى بذكر الله هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟ قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيده ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم هذا ليس صحيحا أنت تكذب وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس معك حق يجب أن نفعل شيئا ماذا تقصد؟ الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ هل تنوي أن تواجه الدابة فعلا؟ لا أدري فكر أنت في حيلة تقضي بها على الدابة أنا؟ ستقضي الدابة عليك لا تخافوا إنني أنتظرها اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ إنه ليس إلا خداع اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خط الراهب ويتقرب إلى الله أكثر ويهجر السحر وأكاذيبه سمعت بما حدث هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئا اسم الله وأمر الله هما الذان قتل الدابة بارك الله فيك يا بني اعلم يا بني أنك ستبتلى وربما يعذبونك ويحاولون قتلك من هم؟ أعداء الحق وهم كثيرون وأولهم الملك الظالم أريد منك شيئا إذا أحاطوا بك وكذبوك لا تدلهم علي ولا تدلهم على مكاني هذا امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس قال الغلام شيئا ما وألقى حجرا صغيرا فوقعت الدابة على الفور أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولما تبين بقية العبارة يا له من غلام شجاع هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا وإلا فلماذا لم يقتلها الساحل الكبير إنه أقرب للمعجزات لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة أريد ولدك في أمر خطير لو صدق ظني وعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل لن تخسر شيئا من المحاولة أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره هذا أمر لا يستطيعه إلا الله لا أملك لك إلا الدعاء اللهم شفيه بشفائك ورد إليه بصره إنك على كل شيء قدير ما هذا؟ ما هذا؟ إني أرى لا أصدق أرى كل شيئا بوضوح كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي رد إليك بصرك سوف أعطيك نصف ثروتي باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين إلى أين أيها الفارس؟ أريد رؤية الملك فورا الملك في اجتماع مهم ولا أستطيع إزعاجه قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا مهمة ويريد أن يراك الآن هذه أخبار سيئة حدثني عنها بالتفصيل دخل الدين الجديد إلى نجران كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران أكمل حديثك من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله ودخل فيه بعض اليهود وهناك فتنة بينهم كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران؟ من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن يقولون أنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا وسوف يكون تأديبهم حاسما أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه سععف عنك إذا نفذت أوامري تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي لن أضلل الناس لأنال عفوك زيدوه عذابا آه لا إله إلا الله وحده رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين أنت تكفر بألوهيتي تتحداني اقتلوه مولاي الملك هل تأذنوا لي بالحديث منفردين؟ انتظروا ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلا أسطوريا في أعين البسطاء من الناس أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض هذا كلام صحيح ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا وضح فكرتك أكثر أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول على الحاضر أن يبلغ الغائب أمر الملك الإله يوسف ذي نواس بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين اختيار صائب تفكير حكيم أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما الموت جزاء عادل للخيانة أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه نعم هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس أدام الله فضله على الحاضر أن يبلغ الغائب لماذا يتجهون للجبل يا ترى؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية كما تريدون سأكون أولكم في الصعود هذه مسافة كافية لا سنصعد للأعلى ليكون الموت مؤكدا أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى اقتراح عظيم يا سيدي والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني تعرف؟ ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألست خائفا؟ لا يطمئن قلبي بذكر ربي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الجبل يهتز النجدة أنا ابتدى مع الجنود إلى رحلة الصيد بل ذهبت حيث أردت ولم يقصر جنودك في آداء مهمة لكنها إرادة الله كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعا بينما نجوت أنا بفضل الله وحده لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ اقبضوا عليه هذه المرة لن ينجو يا مولاي سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة ولم يعد أحد منه حيا ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي رأي الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا أرعيت؟ سنهلك جميعا أعد قارب النجاح لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبح ويوم الهول العظيم الله هو المليك المقتدر أيها الرفاق أصمت، كمموا فما اللهم كفنيهم بما شئت النجاح عندي أخبار سارة يا مولاي ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم، السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد وجنودي، والتجارتي هلكوا أيضا هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها لن يتهمك أحد بقتله ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟ ماذا؟ أنت حي؟ نعم، كما ترى هذا أمر الله ولن أموت إلا بمشيئته وحده إذا كنت حريصا على موتي فسأدلك كيف تقتلني هل أنت جاد في كلامك؟ نعم، ولكن عليك أن تنطيعني في كل ما أطلبه منه لست مقتنعا بما سيحدث يا مولاي إنه يسخر منا أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه لا يهمني، لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية وأن أصدق وعده لن يأتي يا مولاي، صدقني بل سيأتي ها هو أيها الناس، الملك ذو نواسن الحمياري يريد أن يقول لكم كلمة لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب إلزموا الصمت نفذوا الحكم، صوبوا عليه من يرديه قتيلة، فله مكافأة عندي أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم لست ساحر، إنما أنا عبد من عباد الله أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم سأقتلك برمح أب الملك ذي نواسن الحمياري لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي وأنت تدعو بصوت عاني باسم رب الغلام هذه الأسهم غير حادة إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة إذا أرتقتني حقا فنفذ ما قلته لك باسم رب الغلام يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع باسم رب الغلام اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك أشهد أن لا إله إلا الله الموت للغلام الخائن رددوا معي الموت للخائن أصمتوا قل تصمتوا مرهم أن يصمتوا سأقتل من يفتح فما لم يجدي هذا الآن يا مولاي الناس ثائرون لمقتل الغلام سأقتلهم جميعا أيها الجنود احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة ومن يستمر على عسياني سألقيه في النار حيا هكذا سيرتدع الجميع أكفروا برب هذا الغلام وأنا أعفو عنكم لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله حسنا أنتم تستحقون العقاب اقلفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة مسيح نبي الله لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيا يا امرأة تحركي أتحرق هنا طفلا رضيعا وأمة وإلكم أصمت أنت أن يخذفها إلى الأخدود كيف يطيق هذا الصغير العذاب يا إله ماذا أفعل اسمري يا أم أنت على الحق الرضيع يتحدث لا إله إلا الله ألقوهم جميعا في الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنان ذات البروجود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير في بيت من بيوت بني إسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حناء لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محظرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالزرية الصالحة يا إلي سبات آمين يا رب كنت قد نزرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنسى ما هذا التفكير العجيب إننا أمام الله سواء ولكن الزكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمل الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم؟ اسم جميل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم لقد أنجبت السيدة حنى مولودتها مريم وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم وتحدث نبي الله زكريا فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها؟ زكريا؟ أها هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لم نحدد إذن هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب إلى النهر أفضل سأقذف الأسهم الخشبية في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظلنا قلنا الذي يسير مع التيار بالضبط أنا أيضا سمعتها هكذا دعاهم نبي الله زكريا أن يتق الله ولا يلجأ إلى تلك الحين سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا لا مفر من إعلان الهزيمة يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مظيم وما كنت لديهم إذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلعتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهة العجيبة لا أدري نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوته قبل أن أبدأ في الصلاة ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا لا أدري حقا يا خالتي هو رزق وهبه الله لنا كلي هنيئا مريئا يا لها من فاكهة لذيذة لم أدق في حياتي مثلها أرجوك أحملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام سأترك شيئا من الطعام إذن الحمد لله لا أشعر بالجوع مطلقا أنت لا تأكلين شيئا يا مريم ومع هذا أشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا أنت مباركة يا مريم لا تبالغي يا خالتي إنما أنا أبت من إماء الله أرجو رحمته ادعي لي أن يجزقني ربي من فضله وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام أعلم ولكني أطمع أيضا في دعائك لي اللهم احسن قوفنا بين هديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا اللهم اكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله أن ينجب ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي ليس بعيدا على الله الكريم كلي أنت الآن بحاجة إلى الغزاء لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك هذا أمر لا أفكر فيه أبدا لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد أعرف ولكني تمنيت أن أرى لكي وليدا كلميني عن مولودك أنت يا خالتي هل فكرتما في تسميته؟ يحيا هكذا سماه الله الله هو الذي اختار له الاسم نعم أوحى به إلى نبي الله زكريا يحيا لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري ما هذا؟ من أنت؟ طم أنهى الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هينوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل خالتي أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان ببقدوري أن أتحدث افتح قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل وهو اختيار فيه مجد وتشريف وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة عباداتي وخلوتي مع الله أما الآن فالأمر يختلف كيف؟ إن جابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهم الله وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذب نفسك يا مريم يكفي أن تكون طاهرة عند ربي العالمين يعلم الله أني لا أخشى على نفسي وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي ربما يحاولون إيزاءه هل بدأت تشعرين به؟ نعم هو إحساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي ربما تكون فتاة طيبة كأمها لا إنه غلام أخبرني الملك الكريم بذلك آه يا ربي ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ ليتني ميت قبل هذا ونسيني الناس وضعت العدراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما أجملك يا بني وما أشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من سيا أشعر بزمع عجيب وأحس بجوع أيضاً وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها لا تخافي ولا تحزني سبحان الله العظيم أيتكلم المولود في مهده؟ قال لها انظري إلى أسفل منك ستجدين جدولاً صغيراً من الماء اشرب يا أمي هنيئاً مريئاً الحمد لله الذي سقاني ثم عاد يقول هز إليك هذه النخلة ستسقط عليك حبات من التمر الناضج كلي بالهناء والشفاء الله ما أجمل مذاقها قال لها عيسى عليه السلام أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هماً يا أمي كيف لا أشغل بالي يا حبيبي إن إن جابي لك في نظر قوم آه لا أدري ماذا أقول قال عيسى عليه السلام لا تقولي شيئاً كيف وبماذا أفسر لهم الأمر قال عيسى عليه السلام إذا رأيت أحداً من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوماً لله ولا تكلمي أحداً واترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر أنظر يا أروبا أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم ما ستحمل بين يديها أظنه طفلاً رضيعاً ربما هو يحيى بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيى وصار يمشي وحده رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري إن مريم تعتزل الناس جميعاً فمن أين تأتي بطفلين؟ لا تصدقي كل الظواهر يا إيدال من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحداً من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوماً لله فلن تكلم إنساناً صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أصمتي وإياك أن تزيدي حرفاً واحداً في حق مريم لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم لقد فعلت منكراً عظيماً ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوماً من البغايا كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلاً ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً المولود يتكلم إنه أفصحنا لساناً ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال وجعلني الله براً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً أظن الأمر واضحاً لا داعي لبقائنا اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة الحمد لله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغياً فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوماً لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السجر لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحياناً يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشر؟ أراك تبدو حزيناً مهمومة كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئاً يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولاً بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح يبدو أنك رجل حكيم أرجوك أرجوك أن تعلمني شيئاً أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفي من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخلي وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شوفي بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آه النجدة آه نار في رأسي آه يهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملك باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطوس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومعة في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله آه النار بداخلي أنقذوني آه خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك ومن غيرك يستطيع علاجه سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صح حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه الشيام العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيصة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع مرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيد الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ آه وتجول في أرض الله واسع متأملا مخلوقاته العجيبة دعائك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يحوي لعله اجتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لعلك أنت سيد الراهب؟ لا لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة ولكنني لست سيدا لأحد هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة أقصد شكرا لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيدا أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي؟ أستغفر الله أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهو أنا معذرة يا أخي كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا تذكر شيئا الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم 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 تذكرت سمحني مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نهو مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب مسكينة ستموت موتا بطيئا إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفوا لدخولي إنما أردت أن أطمئن عليك أهلا سيدي دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جدا لك ما أطيب طعمه شكرا لك لا شكر على واجب يا معذرة لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير؟ لم أعد أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماما لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم ونجلس معا للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا، هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعا أتظن ذلك حقا؟ سيدي الراحب، ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي، والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا، ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ ماذرة يا سيد الشام، كنت مجغولا في العمل مع الراهب برصيصة؟ ممم، نعم وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقط برصيصة في الفاحشة حقا؟ لا أصدق، لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني مت قبل أن يحدث ما حدث، إنني أكره نفسي أما أنا، فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي، اتركني، اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي، فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة طفلا بريئا أذنبله قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا، نحن لسنا زوجين لتنجي بي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا، بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد سأذهب أنا إلى غرفة القديمة، فأحضر ما أجده من ملابس، لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر، لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رأاه غيري من الناس، لظن أنه ولدك، ولو رأاه إخوة الفتاة، ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة، وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع، كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله موسيقى 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 هل نام؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومعة برسيسة؟ برسيسة أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت؟ لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسة أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لما أنصحك بالقتل قلت لك فقد يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومع فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برسيسة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوسا فضيعا لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضا لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرس ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموحي لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالا يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعود راهبا أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت موقفك في غاية الصومة أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائما حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيرا عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئا سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك لي أخاف الله رب العالمين ما هو المذنب أقتلوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين